على ذلك الوحيد لاحظنا بعض تعليقات لبعض المستمعين وأيضا المشاهدين الذين يتبعوننا عبر صفحة الفيسبوك مثلا تحية لمحمد جنون أو لحميد أمين عالمي فيليب موغان صديقنا فرنسي يتابع أيضا ويشاهد البرنامج وهناك يعني تعليق لأحد يعني المتابعين للبرنامج ينتقد مرة أخرى يعني الوحيدة للوتيتش ويعتبر بأنه يقول ليس الورش هو التكوين المنتخب وإنما الورش يجب أن يبدأ من تغيير الناخب وأعتقد فؤاد بأن هذا الأمر صعب جدا في هذه الضرفية بالذات لأن حتى وحيد الآن والمنتخب أمامه وقت كبير حتى تقريبا الصيف القادم هي الجولة الثالثة من التصفيات أنا لا أعتقد فؤاد بكل صراحة بأن وحيد هالي لوزيتش يتحمل جزء كبير من المسؤولية صحيح أخطأ في التصريحات صحيح لم يتعامل بشكل إيجابي مع مستودعات الملابس كان هو الرجل معروف يعني ربما البعض لا يعرف من هو وحيد هالي لوزيتش هو الرجل معروف في كامل تجاربه السابقة سواء في فرنسا سواء في اليمن رجل معروف بتصريحاته هكذا النارية وبقوة شخصيته القوية وبالتالي يجب التعامل مع هذا المعطى لأنه مدرب مختلف نوعا ما لإغفيرونار مدرب محافظ لا يكشف بتاتا عن ما يدور في خوالجه ويتبنى دائما لغة الخشب للحفاظ على بعض التوابط الرجل مختلف لكن يجب الحكم على الرجل بخصوص ما يقوم به من عمل ولا يمكن أن نحكم على عمله لأنه الآن هو هنا منذ ثلاثة أشهر فقط أنا فؤاد تحدث عن الجانب المتعلق بالتواصل لأن في وقت من الأوقات كان وحيد هالي لوزيتش علي أن يحمي المجموعة خاصة في ظل انتقادات الجمهور لأداء النخبة المغربية في تلك الفترة كان على وحيد أن يحمي لاعبه لكن على مستوى الاختيارات التقنية وتحليل المباريات صحيح أن وحيد يفكك المباريات بشكل تقني واضح يبرر اختياراته يقول بأن حتى لو لم تريد أن تنادي على حارث فلك الحق من ذلك حتى وأن تنتقد بالهندة فلك الحق من ذلك لكن أن يكون بطريقة تحمي بها المجموعة اليوم الانتصار أولا أهمية هذا الانتصار فؤاد في إعادة الثقة للمجموعة لأن اليوم المجموعة ستستعدى الثقة وهي مجموعة شابة معدل الأعمار تقريبا فؤاد 24-25 سنة بمعنى أمام منتخب شابة الآن في المستقبل بمعنى وحيد هاليلوزيتش أمام وقت كافي الآن لبناء تصور واضح هذا التغيير على مستوى التشكيل هو أمر عادي جدا لأن كل مباراة تفرد مجموعة من التصورات منتخب بوروندي ليس منتخب كبير الآخر مشاركته في الكار لم يقدم أي مباريات كبيرة هذا المدرب الذي يدرب الآن منتخب بوروندي لم ينتصر تقريبا منذ وصوله إلى كأسهم في أفريقيا وعلى عتابة لقالة بالتالي كان على وحيد هاليلوزيتش أن يتعامل بطريقة التي يرى مناسبة الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث بعد ذلك سنرى هل ستكون هناك مشاكل أمام المنتخبات الكبيرة والدليل على ذلك أن اليوم منتخب بوروندي حاول أن يعود فوادي إلى الوراء ولكن ليس بقيمة وقوة موريطانيا في الرباط التي عادت إلى الوراء بشكل منظم ببلوكبا واضح ولكن كانوا فعالين على مستوى التنظيم الدفاعي هذا لم يخلق مشكلة اليوم لواحيد الذي أؤكد بأنه ينتظر وقت وعمل كبير لبناء منتخب شبه نعم